موسيقى موسيقى مساء الخير قضيتها نبال قذافي نجل الرئيس معمر القذافي الرئيس الليب الراحل تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة الآن وبعد مرور حوالي 9 سنوات على اعتقاله في لبنان تعود القضية إلى الواجهة من جديد ودخلت منظمة هيوم الرايتس ووتش على خط الأزمة ورأت أنه يتعين فورا على السلطات اللبنانية أطلاق سراح حانيبال كما ندد أيضا حقوقيون ليبيون كثيرون باحتجاز القذافي لبن دون تهمة واضح مستغربي من توقيف شخص 9 سنوات احتياطيا من دون محاكمة وطالبوا بتفعيل القانون بعيدا عن التشفى السياسي خالد الاغويل المحامي والمستشار لاتحاد القضاء الليبي للشؤون الخارجي يا ضيفي في سؤال مباشر تحياتي لك أخي خالد ولكل متتبعي قناة العربية اليوم تقريبا 9 سنوات مرت على اعتقال هانيبال كذافي في لبنان في قضية ما زالت غامضة حتى الآن دعنا أسألك عن خلفيات وأسباب هذا الاعتقال هل تضح منها أي شيء لكم لا أولا لم يتضح أي شيء من هذه الخلفيات في الواقع أننا يجب أن المشاهد يعرف جيدا أن الوقايع في الأساس حيث وضع يده المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفقيه السيد بدر الدين ومحمد يعقوب بمجب صادر قرار صادر رقم 27-94 سنة بتاريخ أربعة فضلائي 1981 حيث نصت عليها المادة الأولى حيث أحيل إلى المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة نتج عنها اختفاء موسى الصدر ورفقيه تفرع عنها جميع الأشخاص الذين اشتركوا أو تدخلوا بأي صفة إن كانت وفي 21-2008 صدر قرار الاتهام من قاضي المحقق العدلي يعني المجلس عدلي وهذا هو صحب الشان وهو الأصل في هذا الموضوع أما ما يحدث اليوم عن المحقق العدلي ليس له أي صلاحية أو صفة وبالتالي في 1981 و1978 عندما كان هنبال عمر سنتين و1981 كان عمره خمس سنوات وبالتالي هذه القضية لم يكن فيها سيف الكابتن هنبال طرفا فيها باعتبارا لم يستدعى من القضاء اللبناني ولم يكن مطلوبا لدى القضاء اللبناني بينما وقع في ضحية جرم من عصابة مسلحة اقتدته من الأراضي السورية وتم تعذيبه وتم تسليمه إلى الضرابة العدلية وهذا الأمر منافي لكل الأعراف والقوانين باعتبارا أن مثوله أمام المحقق العدلي بغير إيرادته وبطريقة غير شرعية نتيجة الخطف الذي تم في الأراضي السورية وإذا كان هو مطلوب للعدالة في القضاء اللبناني واجب أن تكون هناك إجراءات قانونية لاسترداده لمعاملة قانونية أو استدعاه بطريقة قانونية وهو يمتثل أمام هذا القضاء ولكن هنبال لم يكن مطلوبا قضائيا لدى السلطة اللبنية وهذا الأمر يعطينا ناتج واحد أن اليوم نتأسف للحكومة اللبنانية التي لم تبسط يديها على القانون في لبنان هل أديكم أي معلومات عن هوية هذه الجماعات المسلحة التي قامت باختطاف هنبال من سوريا؟ طبعا هو الاتهام موجه للسيد حسن يعقوب حسن يعقوب هو من قام أو اعترفه أو اعتقد أنه تم اطلاق صراحة بعد إيقافه وهو من سلم هنبال بعد تعذيبه هذا أمر واضح للعيان هذا ليس مخفي وحركة أمل هي من وراء اعتقال هنبال بدون وجه حق نشوفه اليوم في قضية هنبال أن اليوم هي قضية سيسية وليس قضية قانونية وهذا أمر واضح وعتقد أنه منظمة هيوموتش واضح في بيانها وأدانت بشدة وطلبت من السلطات اللبنية إطلاق صراحة هنبال فورا لماذا ذهب إلى سوريا لماذا طلب اللجوء السياسي في سوريا ترك كل دول العالم أمر طبيعي أولا سوريا دولة صديقة سوريا دولة صديقة وسوريا تجمعنا بعلاقات مقربة بان الزعيم الراحل مع أمر قدافي وكانت علاقة متميزة مع الرئيس بشار الأسد وبالتالي اختار الوجهة باعتبار أنها سوريا أرض العروبة وأرض مع عائلة مع أمر قدافي أعتقد أنه بشار الأسد وافق على دخول هنبال لأراضيه وعطيها اللجوء السياسي هذا أمر طبيعي جدا ولكن الأسف الشديد أن ما قامت بيه العصابة المسلحة وخطفها نبال من داخل أراضي سوريا هذا الأمر يعتبر خطير جدا كيف يعاقب شخص خطف من سوريا وهو مسجون والجنات خارج القضبان إلى أي مدى تحمل أيضا نظام في سوريا مسؤولية خطفه من قبل هذه الجماعات المسلحة على اعتبار أنه تطف من داخل أراضي السورية وجوده كلاجه السياسي كأيضا كان برضى وموافقة أيضا من الحكومة في دمشق أولا شوف هناك جزء كبير تحملها تحملها لسلطات سوريا في اعتبار أنها لم توفر الحماية الكاملة باعتبار أنها خطف من داخل سوريا وهذا أمر خطير وتعدي حتى على الأمن السوري ولا أعتقد أنها سوريا لها كانت فيها مفاوضات كبيرة لأجل أعتقد في إطلاق صراحة من قبل الخاطفين عندما علمت السلطات السورية بخطف هانيبال ولكن اليوم أنا أحمل السلطات اللبنانية بالدرجة الأولى السلطات السورية الآن قايمة بيوجبها في إطار التفاوض لأجل إطلاق صراحة هانيبال وأسرة هانيبال مع عمر قدافي لزات موجودة في سوريا في الآن وتحت حماية الحكومة السورية هل كان هو أيضا تحت حماية الحكومة السورية أثناء اختطافه وأثناء فترة بقائه منذ قدومه إلى دمشق كانت هناك علاقات بالنسبة للمنظمات اللبنانية زي حركة أمل زي حزب الله كانت لديهم طريق خاص يدخلون منه إلى سوريا في ذاك الوقت في الأحداث وكانت هناك علاقات في إطار الدفاع المشترك في إطار الحرب على الداعش والحرب التي تتعرض لها سوريا أعتقد أنه كانت الخطة مدروسة باعتبار أن هناك طريق خاص يمر منها هؤلاء الجماعات دون التفتيش ودون التعرض للتفتيش وكانت هناك خطة في إطار عامل صحفي أو ما أدرك تم خطفة نبال بدون علم وليش ما يكون هناك ضوء أخضر أيضا من الحكومة السورية باعتبار أن هذه الجماعات دخلت وتمكنت من القيام بعملية الاختطاف والتالي جزء كبير من المسؤولية يتحملها هذا السؤال يطرح على الحكومة السورية وعلى النظام السوري هذا السؤال يطرح عليهم لماذا لم يكن هناك ضوء أخضر نحن لدينا تواصل ولدينا اتصالات مستمرة في هذا الموضوع ولكن لحد الآن لم نرى أي جهود تذكر في هذا الموضوع لأجل فكة صراحة من الحكومة في دمشق من الحكومة؟ أي طبعا حتى حكومة دمشق لها جانب من تحمل مسؤولية باعتبار هو تم خطفها من أراضيها وهذا يعني ضرب بعرض الحياة حتى يتفقين مبرمة في سنة 1950 بين السلطات السورية واللبنانية المدهي العام الليبي صديق السور كان أرسل كتاب للقضاء اللبناني يستفسر عن الأسباب وراء استمرار التوقيف الهنبة القدافي هل من ردود وصلت له أو لكم لا لازال ليست هناك ردود طبعا سيد النايب العام صديق سور بعت بكتاب بيسفسرية عن وضعيته هاني بالس وكان في عملية ضرب الجوع وفي العملية القانونية بالذات يعني بالدرجة الأولى وهناك يعني وفد زارة لبنان مؤخرا برياسة السيد عليش تووكي الوزارة العدل للهيئات القضائية وأعتقد أن الحكومة الليبية طرحت كل المجال المساعدة في طار الكشف عن حقيقة موسى صدر وإحنا توقين لمعرفت حقيقة موسى صدر ولكن في ذاك الوقت في 1978 كان موسى صدر متواجد في ليبيا وكانت هناك فصائل لبنانية وفصائل فلسطينية موجودة في ذاك الوقت لحضور الاحتفال وأعتقد أن الفصائل اللبنانية كانت تكون لها عداء مع موسى صدر يعني أحنا في حتى أوجه وأصابع اتهام في عملية خطف موسى صدر وخروجه من منطرابس إلى روما وبالتالي هذه سوف تكشف الحقيقة بإذن الله سوف ينبزق فجر الحقيقة وسيعرف العالم حقيقة موسى صدر وأختفائه ولكن اليوم نحن كليبيين وكهنيبال كمواطن ليبي الحكومة الليبية قدمت كل التسهيلات لأجل معرفة حقيقة موسى صدر وضرورة إطلاق صراح هنيبال باعتبارها هنيبال ليس طرف في هذه القضية ولا مستدعى من القضاء اللبناني والأسف الشديد اليوم نرى التداخلات أخرى والمحق العدلي اليوم الذي يقوم بالقضية ليس لديه أي صفة باعتبارها أن الصفة الحقية هي للمجلس العدلي الذي صدر فيه في 4 فبراير 1981 هو المخول بالتحقيق في هذه القضية ولم يكن لديه أي استدعاء أو أي طرف لهنيبال أن يكون مطورط في هذه القضية في لبنان المقرر رجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى صدر ورفيقيه قال أنه هنيبال قذافي اعترف في عشر صفحات حول قضية اختفاء الصدر وأنه من بين ما اعترف به هو حز الصدر مدة أربعة عوام في مكان ببلدية جنزور في العاصمة طرابلوس بين 78 و82 هل من تفاصيل؟ ما مدى صدقية مثل هذه المعلومات؟ هذه غير صحيحة أولا أولا أن هنيبال معتقل وتحت التعديم وتحت وضع التعديم وتحت ميليشيات وليس أن الآن لن أقول حكومة لبنانية لأن حكومة لبنانية لم تبسط يديها على القانون إذا أبسطت يديها على القانون هنيبال معمر قذافي لم يكن طرف في هذه القضية وبالتالي كل المعلومات التي وردت عن رئيسة المتابعة هي حقائق مزيفة نتيجة تحت التعديم وتحت الضغط وبالتالي هنيبال في ذلك الوقت في 78 كان عمره سنتين وحتى لو أن هناك أسرار في هذه الدولة لم يكن يعلم بها فذكرنا أن موسى الصدر تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع توقيع لمعرفة الحقيقة وأن موسى الصدر خارج ليبيا عن طريق روما وهناك فصائل فلسطينية ولبنانية حاضرة في ذلك الوقت كانت تكون العداء إلى موسى الصدر وأعتقد أن هذا الأمر واضح جليل أن ليبيا عندما يتيها الضيف لا يمكن أن تغدر بضيف جاء ليحتفل في ليبيا وهو في بيض ضيافة في ليبيا هل تتواصلون مع هانيبال قدافي عن طريق المحامين كيف حالته الصحية والله يشوف الحالة الصحية لعلك شهدت أن الضراب جوع كبير دخل فيه هانيبال هانيبال كل وسائل اللي هو له فيها الحق حقوقها المشروعة في زيارة أهله وهذه طبعا أعتقد هذه مخفية تماما وبالتالي نتطلع نتطلع أن تكون حالته جيدة وأعتقد أنها مخفية كل معلومة عليه أنتوا تتواصلوا مع الجانب السوري سيتم تصعيد سيتم تصعيد الموقف سيتم تصعيد الموقف بعد شهر الرمضان إن شاء الله إذا لم يتم إطلاق صراحة هانيبال نحن نسعى للوسائل القانونية وليس وسائل التهديد كما ذكر السيد حسن يعقوب كل حين والآخر يخش على منصات الشوش ميديا ويتحدث بالتهديد والوعيد نحن كليبيون وكقبائل ليبيا لا نهدد التهديد لا يوجد في تاريخنا وليس في قموسنا لكن قموسنا وتاريخنا هو النفت أردنا لكننا لا نعارج الخطأ بالخطأ نحن مع قضية عادلة في إطلاق صراحة هانيبال مع أمر جدافي نحن اليوم توقين إلى رجال القانون الشرفاء في لبنان أن يقولوا كلمتهم لأن هذا الأمر مخزي ووصمت عار في تاريخ لبنان في أن يعتقل شخص دون وجه حق ويمتت الأمام المحقق العدلي بغير إيرادته وغير إيرادته الشرعية وهو مخطوف عن طريق عصابة مسلحة من الأراضي السورية هذا أمر خطير جدا وحتى اللبنانيين أنفسهم لا يرضوا حتى الشارع اللبناني لا يرضى بهذا الحدد لا يعالج الخطأ بالخطأ طيب قبل نذهب إلى فاصل فقط رسالتك كنتم لكم اتصالات مع الجانب السوري مع من في سوريا تتواصل في هذه القضية؟ أحنا طبعا أولا هناك سفارة ليبية في سوريا تتواصل بشكل كبير مع عائلة تهانبال وهناك من بعض القبائل لديهم اتصالات مشايخنا لديهم اتصالات مع الحكومة السورية أيضا الجانب الليبي الحكومة الليبية قد تكون لديها اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية كوسيط وأعتقد أن هذا هناك وفد زار مؤخرا سوريا من القبائل الليبية وهناك تتواصل ونتمنى أن تكون دور أكبر للسلطات السورية في الضغط على الحكومة الليبنية في إطلاق صراحة نيبال وهو بالأمر يهم سوريا قبل أي دول أخرى باعتبار أنه انتهاك لسيادة سوريا بالدرجة الأولى سمح لنتوقف عند هذه النقطة نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حوارنا في سؤال مباشر فاصل ونعود أهلا بكم الجديد في سؤال مباشر ضيفي هو خالد لغويل المحامي والمستشار لاتحاد القضايا الليبي للشؤون الخارجية في سؤال مباشر أهلا وسهلا سيد خالد البعض يرى بأنه الجهات السياسية الليبية لم تتدخل بشكل جدي لحل حالة هذه الأزمة في قضية نيبال هل ذلك الصحيح؟ لا لا طبعا أولا السلطات الليبية لن تحرك بشكل كبير وهناك حراك في بداية من البرامان اللي بمجلس نواب الشعب وهناك من حكومة الوحظونية تحركت بفطار وزيرة العدل السيدة حليمة وعلى على القناة العربية استضافت للسيدة حليمة ووضحت أوجه الزيارة التي قام بها الوفد الوزارة العدلة إلى حكومة لبنان وحيث دار النقاش ولكن كانت هناك محادثات سرية لم تطلع للعالم بعد وبالتالي اليوم هناك تحرك بالعكس حتى القوة السياسية الليبية كلها متضامنة بشكل رسمي وعليها ضغط كبير على الحكومة لأجل انفراج قضية تهانبال باعتباره بريء من هذه التهمة وقضية يعني كما قلت لك هذه قضية طبعا قضية تعتبر وصمة عار في تاريخ لبنان في القال قبضة أو خطف مواطن ليبي من الأراضي السورية في جريمة وضحة وبشعة لدى الجميع حيث قاموا بتعذيبه وبالتالي كل الأساس الليبيين وكل المنظمات المشروع المدني وعمل الضغوط هذا في إطار اللجنة اللي تكلم عنها رئيس حكومة ليبيا أو الوحدة الليبية عبد الحبيد الدبيب نعم وحتى المجلس الرياسي قام بلجنة كان في تواصل مستمر مع سيدة حليمة في قضية تهانبال أعتقد أنه في كل الاجتماعات وكل اللقاءات التي تمت في الحكومة الليبية الآن أصبحت قضية تهانبال من القضايا الأولى بالنسبة للدولة الليبية طيب الليبنانيين ماذا يقولون لكم؟ ويجب الفرج عنه هذا موضوع السؤال يتوجه للحكومة إذا عندك معلومات محادثات سرية أخي أكيد لو كان عندنا أحد من الطرف اللبناني من الحكومة طبعا هما طلبوا أشوف هما طلبوا السلطات اللبنية طلبوا مجموعة أسماء تحقيقوا الامتتال الحكومة الليبية إذا كان بإمكانها استدعاء هذه الأسماء فلن تتأخر في ذلك أعتقد أن السلطات اللبنانية لم تكشف بعد عن الأسماء المطلوب لدى القضاء اللبناني من هم المطرطين زي ما حسب قرارة اتهاما للصدر في 2008 من قبل المحق العدل أو مجلس العدلي في إطار أسماء موجودة الآن هم في غاية السرية والكتمان لأجل استدعاهم نحن زي ما ذكرت لك أي إنسان متورد في هذه القضية ما هي خلفية هذه الأسماء التي تطلبها اللبناني على خلفية قضية على قضية مستصدر ولا إيش لا أعرف لا أستطيع أي خضية مستصدر الآن المحادثات التي تمت في مستصدر وعتقد أن في 2011 عندما اشتاح الحلف الأطلسي ليبيا أعتقد أن هناك مجموعات من حركة أمن وغيرها زاروا ليبيا وتم التحقيق حتى يام مجلس الانتقالي ولم يخرجوا أي نتيجة في إطار مستصدر هم دخلوا ليبيا وحققوا ومشولوا الأماكن التي تتكلموا عنها ولم يلقوا الأثار التي يحقوا على هذه وبالتالي زي ما قلت لك أننا الشعب الليبي تواقل الحقيقة ولكن اليوم إذا كان هناك أسماء الحكومة اللبنانية هي من تفصح عن هذه الأسماء وتتكلم أنهم المطورطين لأن اليوم في 2008 عندما صدر قرار التهام المجلس العدلي هو المخول بالتحقيق في هذه القضية وليس ما يجل الآن في قضية هانيبال هل إيران هي من تقف وراء هذا الاعتقال أو هذا الاختطاف لا أعتقد أن هذا السؤال في تصورك في تحليلك لما تتكلم تقول لي ليست هناك حكومة لبنانية في إطار التشفي ربما أولا إيران لا لا أولا إيران لا أعتقد أن إيران وراء اعتقال هانيبال مع أمر قدافي والأمر واضح وجلي الآن واضح الصورة لدى الليبيين حركة أمل هي من وراء اعتقالها من إيقاف هانيبال وهذا واضح للعيان نتيجة يعني المقايدة بعملية موسى الصدر ويعني أعتقد أن إيران لا دخل لها في هذا الموضوع في أعتقد تتواصل مع أحد في حركة أمل ولا ما في أي تواصل لا لا أنا بالنسبة لنا لم أتواصل لكن ربما هناك آخرين من الفريق الكابتن هانيبال قد تم التواصل مع حركة أمل ولكن أعتقد أن في الفترة الأخيرة هناك حتى فتور في التصريحات يعني فيه تراجع في الحدية في التصريحات أعتقد أن التصريح الوحيد الذي يهدد في الوحيد هو حسن يعقوب قبل أيام كان معنا السياسي الليبي المعروف أحمد قدافي الدم في سؤال مباشر وسألته عن قضية هانيبال وقال أن هناك خبار سارة منتظرة في ملف هانيبال قدافي فعليا يعني هناك إمكانية لتفاؤل بحل هذه القضية أكيد أكيد هناك تفاؤل بحل هذه القضية ونتمنى ذلك يعني نتمنى الخيرين والوساطة على أي أساس أنت متفائل أو أحمد قدافي الدم متفائل في وش المؤشرات التي تراها بالفعل قضية تتجه للحل لدينا مؤشرات لدينا مؤشرات انفراج في الأزمة إن شاء الله مثل إيش وخاصة بعد الزيارة الأخيرة للحكومة الليبية والله فيه انفراج فيه فيه انفراج ما تقدر تقول أي معلومات عن هذا سابق لأوان أخي خالد سابق لأوان أخي خالد نحن لا نريد أن نتمنى أن يكون هناك انفراج قريب جدا في هذه الأزمة اللي هانيبال وأعتقد أن حتى العامل داخل لبنان على قد من وساق في هذا الموضوع وهناك حتى قيادات لبنانية متحركة في هذا الموضوع لكن ليس مع كلامك في بداية الحلقة يعني استباد تماما حدوث انفراج في هذه القضية نتيجة الانفراج سيتم لأن الانسداد كبير باعتبار أن القضاء اللبناني أخطى خطى كبير وفادح ومتعلق بالمنظمات الدولية الضاغطة على الحكومة اللبنانية في إطار الانفراج الفوري على هانيبال أحد الركائز والأساسيات التي اليوم لا يدعو مجال الشك في انفراج الأزمة فيما يتعلق بالمحادثات بين الحكومة الليبية والحكومة اللبنانية هناك شروط وضعت وأعتقد أن الحكومة الليبية ماشية في هذه المحادثات كما قلت لك نتمنى أن يكون فيه انفراج قريب في هذه الأزمة لأن اليوم استمرار الاعتقال هانيبال مع أمر قدافي هو وصمة عارق دخلت هيومن رايت سوتش على الخط هذه القضية الآن كيف أثرت على مسارها؟ طبعا أنت تعرف أن منظمة حقوق الإنسان عندما تحرك بشكل كبير وبشكل واسع هذا يحرج للسلطات اللبنانية باعتبارك أنت اليوم عندما تتنادى بحقوق الإنسان وتتحدث عن أن انتهاكات لحقوق الإنسان في لبنان أنت اليوم أنت كلبنان منتهاك حقوق الإنسان وأنت معتقل الإنسان وتم خطفها من دولة جريمة جريمة واقعة أمام عيان ومرأة الجميع في الشوش ميديا وفي كل وسائل التواصل الجماعي وأنت اليوم محتفظ بشخص بريء وهذه تعتبر وصفة عار وهناك ضغطات يعني حققية منظمات حققية وأنسانية في هذا المجال وهذا يخوف الحركات هدية والمنظمات هدية باعتبار أن كلهم يخفون من هذه المنظمات وأعتقد أن بياننا هيومن واتش كان واضح وصريح واعتبرت أن هذا الاعتقال استمرار الاعتقال التعصفي هو بالأمر الخطير ويجب إطلاق صراحي فورا أي خياراتكم في حال لم تحل هذه الأزمة ولم يفرج عن هانيبال القذافي والله يشوف الخيارات متاحة لدينا في إطار طبعا تدويل الأزمة تدويل القضية هذا رقم واحد الجانب الثاني نحن طبعا لدينا قبائل ليبيا ولدينا يعني هو لديه قبيلة والقبائل لذلك سوف يتخذ موقف حازم في هذا الموضوع أعتقد أن نحن زم ذكرت لك نحن لم نعالج الخطأ بالخطأ ولم نعالج نذهب بلغة التهديد ذهبنا إلى لغة الحوار ولغة القانون ما فيش فائدة من لغة الحوار حتى الآن خلينا نكون واقعين شوي عندما أنا بنجيك في الواقع أنت ما خلتنيش كم الحديثي فضل ولكن عندما يعني تسد أزمة الحوار هناك تصرفات أخرى لقبائلنا وشيخنا سوف تأتي في حينها وفي ذلك الوقت مثل إيش هذه التصرفات بالتصرفات فيما سبق القبائل البي تم تحتى بالتهديد في القبائل البي دارت بيانات إذا لم يطلق صراحة هانيبال هناك حركة أمل لديها أشخاص في أفريقيا حركة أمل لديها أشخاص في أفريقيا نحن لم نذهب لهذا الموضوع ولم نذهب لهذا التهديد نحن أمامنا لازلنا نتطلع إلى أن تعي خطورة الموقف في الحكومة الأبنية وأن تطلق صراحة هانيبال باعتبارنا اليوم قد طاقة الشعب الليبي درعا من هذه المهاطرات وهذا أمر أصبح يعني لا يطاق قبائلنا أصبحت الآن الأمر أصبح مهين بعد فترة الشهر الفضيل سيكون هناك اجتماعات رسمية للقبائل الليبية وأخذ موقف في هذا الشأن في فترة زمنية محددة بإذن الله بعد العيد سيكون فيها تواصل مع قبائلنا وحيكون فيه اتصالات بين القبائل الليبية في هذا الموضوع ولدينا قبائلنا في القارة الأفريقية يعني كانت تقول أنه عناصر حركة أمل لا هناك بيان من مشايخ وعمداء وصلطين أفريق في بنين أعتقد أن البيان كان واضح وصريح وأن اللقاء كان واضح وصريح في اعتقال لها نبال لا نقدر أن نمسك أخوتنا في أفريقيا في إطار سياسة الند بالند أنت كنت تقول أنه يا جماعة ترى عناصر حركة أمل إذا لم يفرج عن هنبال ستكون في خطر في أفريقيا صح؟ لأن أول نشوف اليوم هل السؤال أنت عندك برنامس سؤال مباشر أنا سؤالي مباشر أخي قالت هل اليوم هنبال معتقل عند السلطات اللبنينية أنا أقول لك عند حركة أمل إذا كان السلطات اللبنينية لديها هنبال أعتقد أن هنبال لا تجد عليه أي قضية في لبنان بل هو بل هو مجني عليه بخطفه ولم يكن طرف في قضية موسى صدر إذن لماذا يستمر اعتقال هنبال هنا السؤال أخي أخي أوكي بس أنت تقول إذا لم يفرج عنه فنحن سنقوم من يحكم في لبنان بالمعاملة بالمثل يعني هذه بالطجة لا 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 نحن لم يكن لدينا يوم بلطجة نحن اليوم سؤالنا من يحكم في لبنان اليوم يا أخي خالد ما فيش أحد يحكم في لبنان يحكم في لبنان أعتقد أن يعني اليوم هنبال مستمر في اعتقال لماذا وهو بريء وفي ذاك الوقت عمره سنتين وفي قرار الواحدة وثمانين عمره خمسة سنوات في 2008 عندما صدر قرار الاتهام العدلي قبل وبعد لم يكن طرفا هنبال في الاستدعاء في هذا الموضوع ولم يكن من قائمة المتهمين إذن لماذا يتم استمرار اعتقال هنبال في نظرك أخي خالد أنا ما عندي أي تصور ولا إجابة سيد خالد الأسئلة يعني هي توجه لك في أولا وأخير أنت ترى بأنه غياة فينا سؤال لي هو السؤال لي أخي خالد هو السؤال لي ولكن أنا ضربت لك إجابة المثال هو السؤال لي ولكن أعطيتك سؤال السؤال هذا يوجه للحكومة اللبنانية الحكومة اللبنية ما تقول ما فيش حكومة لبنان يعني غيابة دولة في لبنان أنت تقول أسهم في ضعف تأثيرها يعني وتأثير مؤسساتها حتى على الوضع ربما المزري في لبنان كما يرى الكثير فبالتالي يعني تقول توجه سؤال لطرف أصلا مش موجود وهذا اليوم نتطلع اليوم نتطلع أن يكون هناك عقلا في لبنان لفك هذا اللغز يعني اليوم أخي خالد رجل يقبع في معتقالات بري براءة أما فلماذا اليوم هذا لستمرار التعصف في اعتقاله لا تأخذ بيوزر الآخرين يعني اليوم نحن لما نقول وصمة عار في قانون لبنان وصمة عار حتى الدول اللي فهى انتهاكات وفهى مشاكل يبدأ قانون ليه كلمتها حضرتك أنت مستشار للاتحاد اتحاد القبائل الليبية وتتحدث باسمهم يعني كما أستمع إليك لهم يعني هل تضعون تاريخ محدد للإفراج عن هنبال القذافي سأقول لك بعد إن شاء الله بعد هذا الشهر الفضيل سيكون هناك اجتماع لاتحاد القبائل وبعدها سنحدد التاريخ وسوف نكون معكم على المباشر ما وصلنا إليه في قبلنا هذا أمر أصبح لا يطاق يعني اليوم استمرار اعتقالها التعصف هذا أمر أصبح خطير لدينا وبالتالي حرم من كل حقوقه حرم من أسرته من عائلته هذا أمر يعني أصبح لا يطاق شكرا جزيلا لك خالد لغويل المحامي والمستشار لاتحاد القضاء الليبي لشؤون الخارجي كنت معي في سؤال مباشر شكرا سيد خالد نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اكس في سبوك يوتيوب والاستماع لهذه الخلقة ومشاهدتها على شاهد وعلى العربية بادكاست اشتركوا في القناة